السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الفيديو من قناة متعة المعرفة التي سوف نسلط الضوء فيها على خليط يمكن اعتباره مصنع من الفوئد العظيمة ألا وهو خالط التمر والرمان وهذين المكونين لهما وضع خاص إذ يقول الله في كتابه العزيز بعد عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان صدق الله العظيم وهنا الإعجاز العلمي إذ أكدت العديد من الأبحاث العلمية أن تناول التمر والرمان معا له فوئد عظيمة وأفضل من تناول كل منهما منفصلا حيث سوف نحصل على تركيز عالي جدا من مضادات الأكسدة والمعادن زيادة على الفيتامينات وكل هذه العناصر تلعب دورا مهما وأساسيا في الويقية وعلاج أمراض عديدة نذكر منها أمراض تسلب الشرايين وضغط الدم وكذلك فقرة الدم أما طريقة التحضير نقوم في الخطوة الأولى بوضع رمانة واحدة في الخلاط من أهم أبرز خصائص هذا الخليط إعطاءه طاقة حيوية للجسم بشكل عام وجعله أكثر نشاط وقوة يعزز صحة القلب ويحميه من النوبات كما يحمي من السكتس الدماغية من فوئده أيضا رفع مستوى المناعة بصورة جيدة وبهذا حماية الجسم من مختلف الفيروسات والأمراض معدية يساهم بشكل جيد في خفض مستوى القوليسترولي الضار في الجسم كما ينظم الدور الدموي بصورة ممتازة في الخطوة الثانية نضيف ثلاث حبات من التمر ثم نخلط العنصرين مع بعضهما جيدا وتدير بالذكر أن هذا الخليط يشمل نسبة مهمة من الألياف الغذائية التي بدورها تساعد على زيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي الرمان والتمر يعتبران منجما من المضادات الأكساد القوية جدا التي تحمي من خطر الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة كما تخلص الجسم من السموم أتمنى أن تجربوا هذا الخليط لأنه صحي وممتاز هذا زيادة علامة ذاقه المنعش ونتمنى الصحة والعافية لجميع ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على الجرس يسألكم منشوراتنا فور تنزيلها شكرا لكم على المشاهدة إلى اللقاء